أشياء ستراها لأول مرة في حياتك مرحبا بكم جميعا أظن أنك قد فتحت هذا المقطع لأنك تود رؤية شيء لم تره من قبل فربما تود معرفة الجديد عن الطبيعة والتكنولوجيا في عصرنا الحالي لذلك سنرى اليوم معا تسعة أشياء ستراها لأول مرة في حياتك ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تضغطوا إعجاب على الفيديو وأن تتابعوا قناتنا وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد هل تتذكر هاري بوتر عندما كان يرتدي عباءة الاختفاء الخاصة به؟ من المؤكد أنك حلمت باقتناء واحدة مثلها لكن للأسف نحن لا نعتمد على السحر في عالمنا الواقعي بل نعتمد على العلوم التي تصنع لنا أحيانا أشياء أكثر إبهارا من السحر فعلى سبيل المثال تمكن العلماء من صنعي مسطح يمكننا من إخفاء الأشياء خلفه يجب علينا أن نؤكد أن هذه الشركة متخصصة في صنع المظاهر الزائفة الجدير بالذكر أن هذه التقنية الجديدة صنعت خصيصا من أجل القوات العسكرية حيث أن التمجد وراء هذا اللوح يمنع الأجهزة المجسمة من رؤية ما وراءها وتعتمد هذه التقنية على انعكاس الضوء وبالتالي فإنها تبعد النظر إلى ما هو أبعد مما يختبئ وراءها السيارات في الإخفاء من المؤكد أن كل السيارات يتم اختبارها جيدا قبل أن تخرج إلى السوق لكن يتم ذلك بشكل متخفي لكي لا يتمكن أحد من رؤية السيارة قبل إطلاقها أو رؤية عيوبها ومشاكلها التي قد تظهر عند تجربتها الأولية لكن ما لا تعلمه أن السيارات الجديدة تتم تجربتها في الطرق العامة وسط الناس ولكن بشكل متخفن إذنهم يعتمدون على إضافة مواد لاصقة مثل الظاهرة أمامكم على الشاشة لكي تخفي نوع السيارة وطرازها بارزات المياه أظن أننا جميعا نعرف المبارزات القتالية التي تتم في الحلبة والتي يتبارز فيها الشخصان حتى يفوز أحدهما لكننا اليوم نتحدث عن مبارزة مختلفة تماما إذنها شبيهة من المسابقة لكنها تجري في المياه وتعتمد على شخصان يتبارزان في قاربان يتجهان في اتجاهات عكس بعضهما ليتوجها ومن يسقط منهما في الماء يكون هو الخاسر والآخر هو الفائز تعتبر هذه المبارزة قديمة جدا في ألمانيا وسويسرا وفرنسا لكنها ما زالت قائمة إلى الآن تعتمد هذه اللعبة على حمل المتسابقين أسهم طويلة يحاول كل واحد فيهما دفع الآخر لإسقاطه في المياه من دون أن يسقط هو وقد تختلف القوانين الفرعية للعبة من دولة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى الجدير بالذكر أن هذه الممارسة ترجع في الاصل إلى المصريين القدماء الذين كانوا يجرونها في نهر النيل الشباك الفقاعية تستخدم بعض الحيتان الشباك للقبض على فرائسها لكنها ليست هذه الشباك المعتادة التي تستخدمها البشر بل إنها شبكة كبيرة من الفقاعات التي يصدرها الحوت بالقرب من فريسته لتدخل بها ولا تتمكن من الخروج فتحاول الهرب بالصعود إلى السطح هذه هي اللحظة التي ينتظرها الحوت ليلتهمها على الفور أحيانا يصدر الحوت شبكة فقاعاته الكبيرة وينتظر بالأسفل ليلتهم الأسماك التي تحاول الهرب منها بالنزول إلى القاع وقد أكد العلماء أن هذه الحيلة من أكثر الممارسات التي تؤكد دهاء الحوت التزحلق على طبقة الجليد الرقيقة أعتقد أن الوقوف على طبقة جليد رقيقة فكرة في غاية الخطورة فما بالك بالتزحلق عليها إذن؟ ففي أي لحظة قد يتحطم الثلج وتسقط في المياه غارقا لكن مارتن إين من السويد يعشق التزحلق على الجليد الضعيف وقبل أن يبدأ في ممارسة رياضته المفضلة يقيس سمك الجليد الذي يجب أن يزيد عن 5 سنتيمتر وبالإضافة إلى أنه رياضي مغامر فهو عالم يدرس الطبيعة بكافة أحوالها وأظن أن ممارسته لتلك الرياضة تساعده في اكتشافها أكثر وقد كتب عدة كتب تتحدث عن فيزياء الجليد المدهشة التي لا يمكن دراستها نظريا فقط ويبدو أن أكثر شيء ممتع في هذا التزحلق هو صوت المياه التي تجري من تحت أقدامه فدعونا نستمع إليه معاني الآن طواحين الهواء القديمة ماذا يأتي في مخيلتك عندما تستمع إلى كلمة طواحين الهواء القديمة؟ ربما تعتقد أنها مروحية كبيرة جدا تتحرك ببطء لكن أول طواحين هواء تم اختراعها في العالم بهذا الشكل في بلاد فارس في القرن الخامس الميلادي ومن بعدها اشتهرت الفكرة في الشرق الأوسط وفي آسيا ومن بعدها انتقلت إلى أوروبا وقد تدمرت أو تالفت كل هذه الطواحين من ذلك النوع إلا في دولة إيران فهي الوحيدة التي تشتمل على مجموعة كبيرة منها تعمل حتى الآن الجدير بالذكر أن هذه المجموعة قد أنشئت لأول مرة في القرن السابع الميلادي وعلى الرغم من روعة هذا الاختراع إلا أنه غير قدر على إضاءة مصابح صغيرة حتى لكن علينا أن نضع في الاعتبار أن صانعيه لم يكن لديهم أي علم بالكهرباء وقد كانوا يستخدمونه في طحن الحبوب فقط الممثل الذي قام بأداء 500 دور هل يبدو هذا رجل مألوفا بالنسبة لك؟ أظن أنه بدى مألوفا لك ولكنك لم تتذكر أين رأيته من قبل حسنا إليكم جيمس هونغ الممثل الأمريكي الصيني الذي يعمل في مجال التمثيل والإنتاج والتعليق الصلطي السبب الذي يجعله مألوفا بالنسبة لك هو مشاركته في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات بما فيهم الفيلم الشهير كونغ فو باند ومولا وغيرها وغيرها من الأفلام المختلفة والمتنوعة قد سجل رسميا هذا الممثل أكثر من 500 دور الغريب في هذا كله أنه ما زال يعمل في السينما على الرغم من أنه في فبراير الماضي احتفل بعيد ميلاده التسعين وبالإضافة إلى ذلك فقد درس في هونغ كونغ الهندسة وعمل كمهندس مدني لسنوات طويلة في كل يوم نعيشه يكتشف العلماء شيئا جديدا على كوكبنا الذي نعيش فيه منذ القدم من ضمن الأشياء المذهلة التي اكتشفها الإنسان مؤخرا هي الغابة الصخرية الموجودة في الساحل الغربي من جزيرة مدغشقر وقد أضيف هذا الموقع إلى الأماكن المحمية من منظمة يونيسكو عام 1990 وتمتلئ الغابة بأنواع ندرة جدا من الطيور البرية لكن أكثر ما يدهش هو الأشجار الصخرية التي لن تراها في أي مكان آخر وقد ساعدت الطبيعة والأمطار الكثيفة على إنبات بعض الأشجار بين الصخور الصلبة مما أعطى الغابة منظرا جماليا لن تجد له مثيلا ومثل ما يتواجد فيها أنمار نادرة من الطيور فإنها تحتوي أيضا على فصائل نادرة من الحيوانات والأشجار ويقال إنه لا يمكن لأحد أن يستمتع بجمال هذه الغابة إلا من الأعلى لأنها لا تشتمل على أي مسطح مستوى يمكنك من اكتشافها في الأسفل كيف يمكن للإنسان أن يطمح إلى صعود كوكب المريخ وهو لا يمتلك أي سيارة طائرة على إطلاق أظن أن العلماء يدور في أذهنهم هذا الأمر بالتأكيد لذلك فهم يعملون ليلة نهارا من أجل أن يخترعوا أول تكسي طائر في العالم بالفعل تمت صناعة أول نموذج تجربي لهذا التكسي وتم اختباره بالفعل لكن العلماء ما زالوا يعملون على إضافة بعض الكماليات والتطويرات للنظام الأساسي التكسي هذا قدر على السير بسرعة 300 كم كما أنه مزود بالستة محركات أساسية ومن المتوقع أن يكون هذا التكسي البديل الأمثل لسيارات الأجر العالقة دائما وسط الزحام المروري أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم أراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة